بالتأكيد طبعا يعني فرحة كبيرة جدا لنعيم نادي الزمالك بعد الفوز على النادي الآلي والفوز على الآلي طبعا لأنه منافس تقليدي بتاعك بتاع نادي الزمالك وبالتالي تبقى الفرحة كبيرة ومضاعفة طبعا بنشكر خالد صلاح اللي قام بجراء هذه اللقاءات من أرض الملعب في نادي الزمالك طبعا عندنا النهاردة احتفالات فريق 2005 كامسة كاميرا خاصة كاميرا خاصة لنادي الزمالك سبريم رمضان طبعا سيد خالد صلاح فريق الاعداد مع السيد محمد الراعي مع السيد مروة وسامة الحقيقة عاملين جهد كبير جدا في البرنامج عشان نطلع البرنامج بصورة دي طبعا أفراح لعيب نادي الزمالك بعد ما كسبوا النادي الآلي بضربات الترجيح موليد 2005 وكنا كسبانين النادي الآلي يمكن من فترة برضو 2003 فالمكسب على المنافس التقريدي بيبقى له طعم آخر وطعم خاص جدا بالنسبة لي ودي طبعا مشاهد الفرحة لعيبة نادي الزمالك رايحة ليه جماهير الزمالك القليلة يعني انت بتكسب مباراة الاهلي بتتصدر البطولة راحين يفرحوا مع الجماهير اللي كانت موجودة داخل نادي الزمالك لان طبعا هم تعبوا في المباراة وشئيوا بالتأكيد طبعا فيه بقى معانا رد فعل اللعيبة فيه معانا رد فعل اللعيبة أثناء تأديل ضربات الجزاء ودي حالات يعني حاجات حصرية لبرنامج منعب الناشئين أنشوف طبعا رد فعل اللعيبة بصوا حضراتكم دي أول ضربة جزاء لنادي الزمالك اللي دخل فيها أو حطها أنا سوائل أعتقد أول ضربة جزاء دي انفعالات وردود أفعال اللعيبة بعد كل ضربة ترجيح من نقطة الجزاء قاعدين طبعا على الأرض بيدعوا ترقب كبير جدا جدا منتظرين اللي بيزجوا دهو قدام حضراتكم واللي بيدعي واللي واقف مترقب ومتوتر كل دي علامات طبعا القلق على اللعيبة يا جماعة ربنا ما يوريكوا اللحظات دي صعبة طبعا هنا بيسقفوا عادي جدا تسقيب بعد ما أنا سوائل أحرز ضربة الجزاء الأولى هيخش بعد كده أحمد مجدي ما عرفش أنتوا جايبين ضربة الجزاء بتاع الأهلي ولا الزمالك بس منفعلاتهم مع الزمالك بس طبعا التصوير زي بقولتوا حضراتكم من أرض الملعب كان أستاذ بريم رمضان فريل إعداد هو اللي حقيقة قام بيه تصوير لأن طبعا من أول ضربة الجزاء لغاية أخذ ضربة الجزاء هنشوف طبعا رد فعل أخذ ضربة الجزاء بعد ضربة الجزاء الترقب ما زال طبعا لعيبة دي رزد أفعالهم طبعا طبعا محمد عبدالله بصوا حضراتكم مش قادر يبص طبعا يعني اللقوات دي يا جماعة تبقى صعبة على المدرب صعبة على اللعيبة صعبة على الجماهير بالتأكيد طبعا أحمد حمدي عفوا أحمد مجدي دي آخر ضربة دي بتاعة يوسف أحمد حسن اهو حضراتكم أخذ ضربة بص انفعالات اللعيبة عاملة ازاي وبعد ما فازوا بالمباراة فرحة عريمة طبعا لهم حق وحقهم يفرحوا والجهاز الفن الرايح يفرح معاهم بالتأكيد لحظات بتبقى منتهى السعادة